إلى أن تستخدم بطريقة سيئة لكن اللي أنا عايز أقوله ما هو العائد على هذه الوقعة كالكل المحاصلة النهائية بالنسبة لنا المحاصلة بالنسبة لنا فيه تلات حاجات مهمين جدا جدا نحطوهم بالاعتبار نمر واحد أعتقد عاودة الثقة مرة أخرى لدى المطارات المصرية في عملية التفتيش تمام لدى العالم ككل وده له عائد قوي جدا جدا اقتصادي الجزئية الثانية أنه هو فيه تقييم أو عادة تقييم لأداء الحكومة مرة ثانية بهذه السرعة المرة الأولى هم أيضا تعاملوا مع الطائرة الروسية برضو بسرعة جدا وانتقلت السيارات والسيارات الإسعاف وكل هذه الأمور يحتوي المكان المقاصة الطائرة الروسية في مكان ضيق تمام؟ أيضا وكانت سرعة التجاوب مع هذا الحدث الحاجة التالثة مع اختلاف متجهد أهمية وواقع الأزمة أزمة التجاوب أهم حاجة في الدروس المستفازة في هذا الموضوع وأرجو تحطي لها بقى إيه؟ كود تتعامل معه أجلس العلامة هو أنه سرعة الانتقال أو أننا أقول الحدث ده شيء جيد جدا لكن اللي أخبطه في أنه أن الحدث ده شيء مش جيد للأسر يعني أنا النهاردة لما أنا أفاجأ أن تناول هذا الموضوع في بعض القنوات وجابوا ناس يتحدثوا في أي حاجة عن أي حاجة ودون أي نتاج هي بالتشريط جميلة ده ما تسمع قناة أفاجأ أن أنت راح في اتجاه يمين تسمع التاني راح شمال وللأسف كلهم بيطلعوا من رحم مكان واحد اللي هو الإعلام المصري أنا أتكلمش على فكرة أنا لم أشاهد أي قناة خاص مش هتبع عارف أنا كان لكل مشاهداتي وأنا على فكرة كانت سرعة النقل كانت أكثر في التلفزيون المصر رسموا دي أغلو عليها أعلامة جيدة جدا لكن أرجو أنه هو يتحط سيناريو معين أو استراتيجية يصل بيها إلى وجدان المتبقي بسرعة جدا ضرورة تنسيق بين أجهزة الإعلام المختلفة أكيد لكن مش هاديم بحطة الفزح أنا حاسب إن في حالة فزح جامدة جدا حتى لا تعطي الأزمة أكثر من حجمها يكون لها تأثير على المشاهد المتلقي أكثر من قناة تصلوا بحيث أن أنا أعلق أنا طولهم أنا ما عنديش لما عندي معلومة اكتملة أقدر أجاوب أعرف أتكلم لكن هي الأمور بقى اللي هي بيطلع ويقول عالم بواطن الأمور ويتحدث عن بعض الأشياء للأسف لها تأثير قوة جدا على الأمن القوم المصري بكلمة جاهل يتحدث بيقول يعني أرضى واحد يقول لك بس ده برضو دي إجراءات للأسف وبعملة أسف جامد جدا للأسف يعني مضرة جدا جدا للاقتصاد المصري لما يفوت وحزام ناسف مين قال لك وحزام ناسف وانت حكمت ليه إن وحزام ناسف هو دي القاتل اللي احنا تحدث عن والأسف كان من تلزون مصري هنا نتحدث عن كيفية إدارة الإعلام لهذه الأزمات أثناء الأزمة قبل ظهور التفاصيل وقبل معرفة النتائج عز رائعين عز رائعين عز رائعين تفضل بص يشت بي بقى إن يجب التلزون المصري أو الرسمي كويس على سكيل أقل شوية من إدارة الأزمات اللي كانت موجودة في ودارة طائرة اللي كانت فيها رئيس الحكومة تنشأ على طول غرفة عمليات سريعة جدا وستدعى فيها ويبقى الناس دي موجود الكلام ده مجرد زرارة دوس عليه يبقى معروف ان انا محتاج حد خبير عسكري من اللي هم في الخدمة يعني او حد معين يبقى مندوب موجود عشان نيدي الاخبار السريعة نمرة اثنين في الصحة نمرة ثلاثة في الشرطة نمرة اربعة في جميع المناحي ومع ناس حرفيين في الاعلام والفايد ان هو يطلع يتكلم كلام المنطقي تمام ويقوله الاسترادية ان احنا عايزين ننقل بطارية اتوانية عايزين نكسب بوجود بعض الشخصيات اللي ممكن لها بقى في هذا الموطوع تتحدث بريحية شوية ازاي ان احنا نخاطب وجدان المطلق على اساس ان احنا نتحدث بكيفية بحيث ان احنا نقلعه ودي بقى اللي احنا عايزين دايما بعد الازمة تدرس الاثار السلبية والاجابية علشان نحاول بقضر الامكان ان احنا تلافاها لو حدث ما حدث في المستقبل لكن عموما بقى في الاعام كده يعني اقولك انا يعني سعيد اولا بالنتيجة اللي احنا طلعنا بنا الحمد لله ربنا عفانا من هذا الحدث نمرة اتنين حاسس فيه برضو حالة ايه حراق مجتمعي عايزين يعرفوا عايزين يشوفوا وبعت الثقافة بلا شك افضل كثيرا مما مضى يعني سيدة اللي ادعا نتوقف لدقائق نتابع مع السادة المشاهدين تقرير عن هذه الازمة وانتهاء والافراج عن المحتجزين وايضا عن كلمة السيد الرئيس الوزراء حول هذه الازمة نتابع التقرير ونعود اليكم مرة اخرى ساعات قاتمة عاشتها مصر خلال خطف الطائرات المصرية ارباس 320 والتي اكبر خاطفها قائد الطائرة على الهبوط بها في مطار لرنكا بكبرس واعربت رئاسة الجمهورية عن خالص الشكر والتقدير لقيادة وحكومة جمهورية كبرس الصديقة على ما قدمته من دعم كامل وما ابدته من تعاون وثيق مع السلطات المصرية خلال واقعة الاختطاف واكدت رئاسة الجمهورية ان السلطات الكبرسية اظهرت خلال الساعات الماضية سرعة في الاستجابة ومهنية عالية وحكمة مقدرة في معالجات تحديات امنية صعبة مثل حالة اختطاف الطائرة واكدت الرئاسة في هذا الصياق على ان ما اظهرته قيادة وحكومة كبرس من تعاون وتنسيق خلال هذا الموقف عكس مجددا عمق ما يجمع مصر وكبرس من علاقات صداقة قوية وما تتميز به من روابط تاريخية وثقافية مشتركة تجعلها مثالا يحتذا به في التعاون الاقليمي البناء الذي يساهم في تحقيق امن واستقرار منطقة الشرق الاوسط والبحر المتوسط وفي سياق متصل اكد رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل انتهاء ازمة طائرة مصر للطيران المختطفة في كبرس على خير موضحا ان الحكومة تابعت لحظة بلحظة ازمة الطائرة المختطفة وانه تم التنسيق مع كافة الجهات والاجهزة واضاف اسماعيل ان ركاب الطائرة المصريين سيتم عودتهم في اسرع وقته مشيرا الى ان وزير الطيران سينسق اذا كانت توجد طائرة اخرى مطلوبة لنقل الركاب وستتم كل الاجراءات في اسرع وقت ممكن واكد رئيس الوزراء انه في المطارات المصرية يتم اتخاذ اجراءات حاسمة ودقيقة ويوجد متابعة على كل المنافذ سواء كانت بالنسبة للمطارات او الموانئ مشيرا الى ان عمليات المتابعة والتطوير المستمر موجودة علاوة على وجود اجهزة جديدة لمواجهة مثل تلك الازمات من جانبيه قال وزير الطيران المدنية ان السلطات الكبروسية القت القبض على مختطف الطائرة المصرية مضيفا انها ستقوم بدورها في تذليل كافة الصعوبات من اجل وصول كافة الركاب المصريين والاجانب الى دولهم واضاف انه تم التعامل مع معطيات الحادث على انه تهديد امنية مشيدا بفريق ازمات شركة مصر للطيران والوزارة ومشاركة رئيس الوزراء شريف اسماعيل مرحب بكم مرة اخرى مشاهدين ومرحب مرة اخرى بضيفي يا سيد الواء الشرقين المتخصص في اشؤون الامنية اهلا بك مرة اخرى يا سيد الواء اهلا بك اتحدثنا عن كيفية ادارة الاعلام لهذه الازمة وكيف انها كان لدور الى حد ما ايجابي وخاصة الاعلام الوطني في التعامل والتخاطب مع هذه الازمة لو اردنا ان نستعرض التعامل الدبلوماسي والادارة الدبلوماسية لهذه الازمة كيف رأيتها اولا بس عشان منساش في حتة زوارة كده منساش انا برضو اذا كان ليه ان انا كنت بنتقد الاعلام في اجزاء معانا اسمح لي ايضا ان انا بشكر القائمين على الاعلام في الوقت الحالي لان هما ادوا صلاحيات لرؤساء القنوات ان هما يتفاعلوا مع المواطن كل فيما يقصه وقدرة الانسان او القائد على التفوض المهمة جدا 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 الانسان الضعيف اللي يستطيع المفوض سلطاته القوي دايما يعني انا كنت عامل رسالة في احدى الدورات التدريبية بالنسبة لي كانت قدرة القائد على التفوض سلطاته هنا مصر كانت عندنا مرحلة كله خافي فوض من السلطة بتاعته انا ارى في القائدات القائمة حاليا عندها قدرات انها تفوض سلطاتها للقائمين على القنوات عشان كلا كان فيه اختلاف او تنوع ما ما تمام ننتقل بقى للنحية السياسية هو كان شيء عظيم جدا جدا تحرق القائد السياسية بهذه الرشاقة والسرعة لا دا فيه رئيس جمهورية جميل جدا هو راجل يعني فعلا يشهد بكل مواطن مصري وشعوره في هذا الموضوع ان هو كان على يعني يتابع عن كثب ما يحدث لهذه الطائرة احنا طبعا شفناها عن طريق بسائل اعلام اذا كان بيحصل توجهات من الرئيس وكانت برضو حسن علاقته مع رئيس قبرص لدرجة ان فيه بعض الجمل الجميلة جدا التي اثيرت يعني لما قال ان وراء كل هذه الازمات مرأة اذا كان فيها شيء من الدعابة للعلاقة الجيدة وانا متأكد من دي يا بقى العلاقة الجيدة ما بين قبرص وبين مصر ايضا الرحلات المكوكية التي حدثت خلال الفترة السابقة ما بين مصر وقبرص ومصر واليونان وكانت فيه علاقات جيدة جدا اثمرت عن هذا الاهتمام الذي والى هذا الموضوع من القيادة السياسية في مصر وايضا مع نظيره في قبرص كان عالي الجودة ويدي ثقة مجتمعي احنا كنا سمعين مبارح ايه اللي حصل عند البيت الابيض وشوفنا الدنيا كانت مقلوبة ازاي وكيف تم اختراق ايضا الكونجس والبيت الابيض بطريقة يعني هزلية تمام لما يخد شراءات الكونجس وبعض ومعهم اسلحة اذا احنا الحمد لله رغم من حجم الهجمات المتوالية على مصر وايضا البرلمان الاوروبي وما حدث منه وايضا ما حدث من الاشقاء العرب ما حدث منه من قطر انا عايز اقول لقطر بقى يعني ارجو ان هو برضو في هذا المجال السياسي حيث ايه حيث ايه يعني لغة العقل والله واقسم بالله انا اشعر ان المتضرر الوحيد في المراحل القادمة حيبقى ان شاء الله قطر تمام ولا اتمنى لها اذا لغة العقل يا سيدي اذا كانوا ام اهل قطر وناس زي اهلنا واحنا يعني بيننا وبينهم علاقات جيدة ويمكن علاقات نسب ومصرارة يا اخوانا شوفوا اللي بيحصل في هذه القناة وده اكبر اكبر دليل قوي جدا على يعني كذب هذه القناة القناة الجزيرة وانها تدعي النهاردة يعني اي حد جاب القناة الجزيرة وخاصة ان تقول الاخوان دايما جايبينها يعني يشوف يرى مدى الكذب الذي حدث ولكن الله سبحانه وتعالى كان لهم بالمرصاد فبالتالي الذي حدث اليهم اليوم صفحة قوية جدا جدا ارجو انهم يتعلموا بقى وعلى النقيدة الاعلام القبروسي يتعامل مع الازمة بشكل في متى المهنية طبعا لا لا ده هما ادونا درس قاسب جدا يعني في المهنية في هذا التعامل ليه؟ هو كان يستطيع ان هو لما تكون الطيارة موجودة يخش يعمل عليها زوم اكتر ويبتدي يتحاول يدي لك الرياكشن بتاع الموجودين داخل الطيارة لم يحدث منهم الا مرة واحدة لما احاول واحد ان هو يعني يعني من الموجودين المختطفين ان هو ينزل من شباك الطيارة لكن هما تعاملوا معها كاعلام وايضا الرسائل الذي يعني وصلت لدينا من السلطات القدوسية في منتهى الجود وحتى نقل بعض التحركات الخاصة بافراد الامن هناك وافراد مكافحة الارهاب كانت جيدة جدا الاهم اتخاذ قرار قوي جدا من القيادة السياسية بارسال مجموعة لمكافحة الارهاب تصل اثناء وصولهم تم نفاق هذه الاشكالية الحمد لله لكن ده تقدير الى ان المواطن المصري في ايا كان في اي مكان لن يترك كده واحنا لدينا من الاجرات حتى يمكن نعلم موضوع السودان وايضا توجه وزيرة الهجرة الى هناك التفاوض للمحبوسين ايضا ما حدث من قبل في السعودية وفي بعض البلدان العربية وايضا في بعض البلدان الاجنبية لا نترك اصلا اطلاقا لا تترك الكادة السياسية المصري في ايا كان مكانه وعا كان المزايدين بقى والافقين اللي شايفينهم على بعض المواقع الاجترونية النهاردة كنت ترى مهزلة والله العظيم لا تقل اخ كلمة دي انا بحتفظ بها يعني عشان هي ازيادة عندي بقولش انا دايما لكن كانت مهزلة على المواقع وبعض النشطاء بالاسم تمام كانوا شبه يعني ايه عارف المثل بقولك يعني جنازة ويعني ايه يشبعوا فيها لطن وهم ده اللي حصل النهاردة النهاردة اهم حاجة فيها موضوع كشف هؤلاء بموضوع بسيط جدا اه طبعا الحمد لله لو كانوا هم يتمنوا ان يحصل بقى مفاوضات والناس تؤلفوا قصص ورويات لم تكون موجودة في الواقع على الاطلاق نعم طب دعني استقبل عبر الهاتف الدكتور رشاد عبداللطيف استاذ تنظيم المجتمع للحديث عن هذه الازمة اهلا بيك يا دكتور رشاد اهلا بيك حبيب اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك ترجمة نانسي قنقر